اشتركوا في القناة 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 إنه الراجل ده المؤمن ده لازم يبقى فاهم واعي الكلمتين متأكد منه بيقولهم الكتاب إن فيه جهنم وإن الأبدية طويلة وإن الله بيحب الناس جهنم حقيقة جهنم حقيقة مصدق ولا لا بقولي المشاهد مصدق ولا لا نمرت إتني الأبدية دي 25 سنة سجن ولا 100 سنة ولا مليون ولا إيه بالظهر إذا فهم الكلام ده فهمه تمام يجري في الشوارع ويعمل كل الطرق يبقى مصلي ومكرس وحياته نظيفة وحياته مكرسة وطاهرة بصفاته الساعة جايبة أي حد يربح نفوسه ولا فيه ناس مخصصة يعني فهمين حضراتكم معينين لكده مافيش موهبة في الكتاب المقدس اسمها موهبة ربح النفوس دي متاحة لكل شخص قبل المسيح في قلبه بس فيه موهبة مباشرة ده ده حاجة تاني لكن لم نقرأ أن فيه موهبة اسمها كده ليه ما قالش التعبير ده عشان الفرصة تبقى متاحة لكل شخص قبل المسيح كل المؤمنين مدعوين يعني كل المؤمنين مدعوين بس من الخطورة جدا إننا تحط في الخدمة وأنا أساسا ما اختبرتش الإيمان حفظه نظرية يعني ما ناس بتكلم ناس عن المسيح في اجتماعات ومسكة اجتماعات فرعية وهي لسه أساسا ما اختبرتش الإيمان لازم يبقى مؤمنين لازم يكون شخص مختار إن أنا أربح الآخرين هل الأخسام قال لنا فيه جوهنم طبعا جوهنم حقيقة في أبدية طويلة في أبدية طويلة و الله بيحب الناس هل يدفعني أن أنا قاعد أربح نفوس من أنا خوفهم من جوهنم شوف طرق الكرازة كتير لا أنا خليني منا أنا لا أتكلمش عن طرق الكرازة أنا بكال لوقتي أنا أدور ألف منذ من البنود أدور ألف كده تمام في الحتة يعني في الدنيا وأقول للناس جوهنم نار لنا تطفى قدود لا يموت وبكاء ده يعني هو ده اللي بيدفعني عشان أنا خايف من جوهنم وعايز أخوف ناس منها يعني ده الدافع ولا إيه ده هو زي ما ذكر خادم الرب إن جوهنم حقيقة فأنا بنتشل من الناس مع لأنه والرأس إحنا ما اختلفناش مع جوهنم حقيقة تمام بس أنا بيدفعني يعني أنا رايح للناس ليه عشان مش عايزهم يروحوا جوهنم إيه اللي عملوا المسيح لأجل الناس ده اللي بيدفعني إيه اللي عملوا المسيح لأجل كل إنسان على الأرض طب وجوهنم ما هذه حقيقة تسلمت بيها أقول حاجة ثانية يا صغير أتفضل يا أيا أتفضل أهو جوهنم ما نخوفش بيها حد بس في رميا واحد أشهر كارز أو أشهر رابح للنفوس بعد الرب يصن المسيح اللي ورسول بولس يقول لك لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله الله للخلاف لكل من يؤمن اليهودي أولا ثم اليوناني اليهودي اللي هم كل المتدينين في العالم رمز لكل المتدينين واليوناني رمز لكل الأمم الفجار بس ليه بيقول لست أستحي لسببين السبب الأول أنه روح الإنجيل اللي فيه تبشير للخطاط بيقول للإنسان انت خاطي ومسكين وعاجز وأبديتك تعيسه هذا هو الحك لما يجي تكلم واحد خاطي وتقوله الإنجيل فيقوموك فيقولك أنا ما تكسفش إن أقول كده ليه موضوع يجلب يعني الناس تستحي منه الحاجة التانية لأنه بيقول حاجة الإنسان الطبيعي يكرهها اللي هي إيه إن الله في المسيح الله الظهر في الجسد أخذ صورة الإنسان ومات على الصليب تقول المسيح مات على الصليب لأجل خطاياك الدنيا تتقلب حد شيء بالكلام ده مع إن ده طريق الله الوحيد الخلاصه الفداء يعني كلام جميل جدا حبط الله والخطورة الأبدية أنا برضو أنا هرجع تاني حدو الخطورة الأبدية دي مش أسبح قيمة النفس يا جناب الأسيس قيمة النفس السيد المسيح لكل المجد حط الإنسان في مكان والعالم كله في مكان ماذا ينتفع في ماركوس 8 الإنسان لو ربح العالم كله إذا قيمة النفس عند الله كلفته أدين كلفته يضح بإبنه الحبيب لأجل كل إنسان وبعدين حاجة مهمة قوي أنا مش بحب الإله اللي حبيني ده أحبه فبناء على محبتي اللي عايز أعلنها أعلنها إزاي بس عجب له نفس اللي دفع حياته لأجلها أعمال عشرين كنيسة الله التي اقتناها بدمه حاجة كلفته أنا عايز تقول إن فيه حاجة اللي حصلت عليها كبيرة وعادي وصلها الخلق خد كلمة من الله لكن الصليب خد ابن الله فالموضوع بقي أكبر فيه تضحية من جهة الله الإنسان مش واخد باله منك ده اللي بيتفاعنا إننا نربح محبة الله طب إحنا سألنا حقيقة في الشارع يعني ناس كتير سألنا سؤال ما عرفش حضراتكم بتحب تسمعوا الإجابة سألنا سؤال يعني إيه اللي ربحته أنا من المسيح اللي خليني أربح الناس للمسيح تحب تسمعوا آه طبعا عندك وقت شوية طب خلينا نسمع الشخص اللي بيعرفи المسيح دو بيكسبالأبدية بيكسب حياته في الأخر بيكسب الحياة الابادية بيكسب نفسه في الأول وبيكسب كل حاجة أعتقد ان الشخص اللي بيعرف المسيح بيتعلم المحبة أكتر حاجة بيكسب كل شيء كل حاجة أن أنا بيعيش حياتي اللي جاية أحلى مني على الأرض بيكسب راحت بال بيكسب سلام ممكن ما يكسبش حل المشكلة لكن يكسب السلام في المشكلة بيكسب حياته المستقبلية اللي هي اللي هي الأبد عزيزي المشاهدين شوفنا قراءكم خلينا نكمل حديث مع السادة الضيوف أعتقد كانوا بيقول نفس الكلام حتة أبدية وجهنم ولازم نحذر الناس فيه فرحة أنا كخادم للإنجيل كنت مهندس ودأتي خادم للإنجيل وأنا طالب في الجامعة وأنا مهندس مؤمن كنت أجير وراء الناس وكنت أكلمهم عارف لأنه أنا اختبرت حاجة وفي حاجة طعمها فظيع جدا أني أنا ربحت الفرش عربي يقول لني يكون فرح في السماء بخاطئ واحد وأنا بأفرح لأنني أشارك الله أفراحه بشخص ابنه اللي جاب نفوس حاجة كبيرة قوي ولاحظ يا جناب الأسيس خلاص النفس ده تخصص الله الأول وبيشاركني فيه عشان يبركني ده مخياز رائح خليني يعني أنا مش أعترض أنا محابش أعترض حضراتكم من ضيوفنا الكرام وربنا يبرككم لكن اللي أنا عايز أوله وأنا بس عندي الدوافع لجواي باستمرار أني أنا أخوف الناس من جوهنم وده محدش قالي خوف ودي شغلتي لا أنا محدش قالي خوف لأ أنا شغلتي ما أخوفش الناس يعني مفيش واحد خاف يعني جوهنم اللي قاله عليها فلوق 16 وهو موجود معذب في اللهيب اللي هو الهوية ما عملت لهش حاجة الهوية لما رب بيحكي الموضوع ده بتاع الغاني والعظم والراجل راح الهوية ورفع عينه هو في الهوية هو بند من البنود يا خسينوين لو قام واحد من الأموات لا يصدقهم بند من البنود اللي بكسب بيها النفس هو حقيقة الجحيم أنا مش بتكلم في قول الكلام عن الجحيم عجيب في دايرة بقى جوهنم 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 لا 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 مش كده برضو يعني في حاجات جميلة ممكن أقدر أتكلم عنها يعني يعني تحذر الخاطئ وتقول ده بقول ده مص كتاب أحذره وأنا بقدم محبة الله للناس البهب يتكسر يعني نابليون قال تعبير خطير قوي قال أنا وشارلمان غزونا العالم بقوة السيف أما ذاك المسلوب فقد غزى القلوب بقوة المحبة ده صحيح أنا لما أنت بقوده أنا لما أنت بقوده المحبة وإعلان الخطر طبعا المحبة وإعلان الخطر ماشيين مع بعض يا جناب الأسيس ده أمر إلا لأنها حقيقة بيقول لهم إن لم تتوب رب نفسه إن لم تتوبه فجميعكم كذلك تهلكون طب في مرة حضرتك يا أخسان أو حضرت الأسيس يعني في مرة جيت تكلم حد عن المسيح ولقيت نفسك بدل ما تقربه بعد لأنك استعملت أسلوب مش صحة أنا استخدمت وسائل تقديم محبة الله المعلنة في الصليب دي نمرت واحد لكن أحد الخدمات بعض الخدمات بأشير فيها للخطر كمسؤول يعني مثلا كمسؤول عن أني أخدم يعني ففي جانب من جوانب الخدمة المسيحية هو إنك تكرز يعني إيه تكرز في البشارة بنقول عن نعمة الله لتخلص الخاطئ التعباء لكن في الكرازة بنقول عن قداسة الله التي تظهر الخطورة التي يتعرض لها الخاطئ في جهنم فإحنا متعودين على مش التخويف لكن إيه إظهار الخطر وممكن أقدم بطريقة خطأ يعني متأسف ممكن أقدم الكرازة بطريقة خطأ أروح أكلم واحد وأظهر له أن أنا رجل فيلسوف في الكتاب بعقده من دنياته أو أقعد مثلا واحد عيان بيموت في البيت أقول له أنا لسه جاي من جنازة ده كده صدمته حقيقي تنصح إيد واحد عايز يروح يشتغل أو يخدم ويربح لفوز تقول له إيه أنتو اتنين هتجاوبوا بالمجرسة من يبتدي التاني وراه أجاوب بسرعة لشان يبقى في وقت تاني أول حاجة يكون مؤمن الشخص ده واختبر اللي بيقوله تاني حاجة تكون حياته مكرسة يعني نظيفة من أبهى مشهود لي يعني من أبهى المشاهد اللي شفتها في جماعة الصيادين دول لأننا بنذكرهم بالشباك تعبير كتاب يقولك إيه كانوا يغسلون الشباك ليه إن الشبكة الزفرة السمك يشمها يهرب منها فلازم حياتنا الشبكة هي الأداة التي نتعامل بها مع البحر ومع الأسماك اللي جوه لازم حياتي أنا تكون شاهدة عن الطهارة كمان يكون ممتلع بالروح القدس ومصلي يطلب معونة الرب وحاجة أخيرة أقولها بسرعة أنا أتكلم بسرعة خالص لحبايبي المؤمن عايز يخدموا الرب يكون مثقل ويكون كتالي يعني مؤمن حياته طاهرة الشبكة بتاعته نظيفة وبعدين يكون مصلي وممتلع بالروح القدس مقدر للمحبة الله ومعنى جهنم والأبدية الطويلة الخطر الكبير وبعدين عايش كتابي وقريب من الرب عند رجلي عارف مكان ايه رأيك في الكلام دي أسيس كلام رائع طبعا يعني عظي بإضافة أو نمر واحد لازم يستغل كل فرصة ما يسبهاش في وقته مناسب وغير مناسب أقدم شخص المسيح للناس اتنين يحذر من المباحثات الغبية ما يدخلش نفسه بجدال يعني ده مش هيبني مش القدرة إن أنا أغلبك وخلي عقبتي أقوى من عقبتك كده أنا انهزمت حتى لو غلبتك الحاجة الثالثة لازم أكلم المستمع بأسلوبه هو مش بفلسفتي أنا شخص بسيط بتعامل معي ما رحش أكلمه بلغة فصحة أتوهه في الكلام يتوه ومش فاهم أنا عايز أقول ليه لازم يكون مصلي وقلبه مشتعل بالروح القدس في ربح النفوس هو محتاج غيرة المسيح محتاج شجاعة المعمدان محتاج إلحاح بولس ومحتاج سكيب ونار الروح القدس وقت معاك بالحاجة الصغيرة دي في كتاب إنجليزي ما تترجمش للعربي حد شافه قال قدام الكلام ده وقت شمني من حبه للنفوس تعبوا منه في السجن كل ما يدخلو له حد يكلمه عن الرب ويتجدد فقالوا نعمل إيه فيه؟ رحوا قطعوا له لسانه كانت صدمة ابتدى كلم الناس لأن قلبه مولع بدأ كلم الناس بالكتابة قطعوا له قده في آخر أيامه بدأ ياخد بالأسبوع صيام انقطاعي عشان كل واحد هيدخل الزنزانة جديد وبمجرد ما يبص له دموعه يتسيل كان الشخص يتوب ويدي قلبه للمسيح بدون كلام لأن قلبه كان مولع بربح النفوس هي مش وظيفة ولا هي منصب لكن هي قلبي بيحب المسيح وبيصحى أن يربح النفوس اللي مات المسيح تبعية حقيقية للرب عندي سؤال لو عايز توجه لحد فشلت في ربح النفوس وتعب وحاول وشعر أن هو مش بتاع الحكاية دي عايز تشجعه تاني يبدأ من جديد تقول له ايه؟ أقول لكل حبيبي اللي حاولوا وفشلوا النص الحلو اللي جاه في مزمور 126 الذاهبوا ذهابا بالبكاء هنا نرى الصلاة وساك بالقاء حاملا مبذر الزرق كلمة الله حنطة الكلمة مجيئا يجيئوا بالترنم حاملا حزن الأفرح جاية بس خلي ركبك تلمس الأرض وخليك قاعد قدام كتابك كلمة الله وخليك متوقع الفرح بفرح ابن الله الرب يسوع المسيح بخدمتك حيب نشكلكم جدا لوقتي كان رعا جدا الطريق مش مفروش ورد يا جنب الأسيس طريق رابح النفوس مليان شوك بس الثمر اللي فرح القلب يخلي يدوس وعينه مرفوع على فوق على سيدنا ومليان بالمشجعات نيري هاين وحملي خفيف نعم كلام جميلة قوي 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 كلام حلقة جميلة يا رب شجعني يا رب أنا أشتغل بحماس وأربح نفوس بكل الطرق ربنا يبارك حقيقة أنا متشجع جدا أنت شجعتوني أنا ربنا يبارك أنا أحس أن أنا مقصر تواضع من أقار بجد ربنا يبارك يبارك المشاهد أمين أشجعهم كلهم أمين أمين أعتقد أعزائي موشانين كرام قد اتحمسنا وتشجعنا بالكلام الرائع لأقول لحباء خدام الرب يمكن الكلام فيه كمان زيادة تاني وحاسيت أني عندك أسئلة لسه ما تجاوبتش عليها الكتاب اتبعني أنت جزء التاني خش على الموقع الموجود على الشاشة إمن الاستمارة نبعته لك حضرتك هتستمتع جدا بهادي الدروس وأسئلة وإجابة وشهادة في نهاية الدراسة شيء قرع جدا أنك تعمل كده فعلا ونلتقي بك مع حلقة جديدة أتركك في رعاية الله بشاكل أو أزة أنا برضو قابل كل ده علشان حياتي تلمازة وقت المخاوف مش بخاف وقت الهموم أنا قلبي شاف سيدي المسيح جايب فرح جايب سلام بعت عذاب يا كبي ضد الغرف علشان ياسع فيها ومواجع واصف كلها يعمل حساب لها يا ياسع على بر الناجة إمتى توديها إمتى هفضل معك ولا أي شيء أبدا ها يمنعني مانا لو خسرت حياتي في القرية الفاعل أنا تبعتك وقت لما قلت لي تبعني إنت